دول إفريقية شاركت اليوم الثلاثاء في قمة تشاورية في القاهرة دعت السلطات العسكرية السودانية إلى انتقال سلمي للحكم خلال ثلاثة أشهر وذلك بعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير ودع بيان مشترك صدر عن القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي إلى أن يمدد الجدول الزمنية الممنوح للسلطة السودانية لمدة ثلاثة أشهر من أجل انتقال سلمي للحكم